السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة إذا أريد بعد إذا أردتكم أن تفصيحوا بعمل اشترك في القناة فإن اتفعيل زر الجرس ومع بلايك عشان يوصل لكل جديد ولان نوفيكم بما حكم صيام العشر أوائل من شهر زي الحجة در الإفتاء تجيب أكدت در الإفتاء أنه ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه كان يصوم التثعة من ذي الحجة ففي سن أبي داود وغيره في سن أبي داود وغيره عن بعض أذواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسعة للحجة ويوم عشرة وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس وعن حفظة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم صيام يوم عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء ورواه أحمد والنساء وابن حبان وصحح وأما ما أخرجه مسلم عن عيشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم صائما في العشر قط فقد قال الإمام النووي في شرحه على مسلم تمانية على واحدة سبعين واثنين وسبعين قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول للحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لثيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وسبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل منذ الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تراه صائما فيه ولا يلذن من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أذواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوم تسعة الحجة ويوم عشراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميسة ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخمسين ألفه وبهذا قد أوفينكم بحكم صيام العشر الأوائل من شهر للحجة بدار الافتياء تجيب على هذا تتنبع ترجمة نهاية ترجمة نهاية ترجمة نهاية ورحمة الله وبركاته